موسيقى صباح الخير نمط موسيقي ومذهب في الغناء اشتهر بين الامريكيين من اصول افريقية يسعى الى كسر حاجز صنطة والثورة على واقع الاشياء باللغة جريئة وبالحال في اغلب الاحيان متشنجة وكلمات حادة تنتقل الاوضاع السياسية والاجتماعية على نن هذا المذهب الموسيقي الشبابي المعروف بالراب او الهيب هوب انتقل الى بعض البلدان العربية ليتخب في بلدان منها فلسطين والمغرب ولبنان والجزائر شكل ثقافة متكاملة عنوانها الابرز هو الاحتجاج والتمرد على الظلم الاجتماعي والسياسي فلماذا يستعين الشباب العربي بقالب غربي للتعبير عنهم وكيف تحول رجب ورفاقه الى RGB بي 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 ببتابعة موسيقى قطاع عساكر مش بحاجة ان حرب تفسر مش بحاجة ان حرب تفسر ارجي بي من قطاع بيروت بلشنا الراب من 95 انا مضميت الفريق من الالفين الالفين وصبع حبيت اعمل كتير اني لاب الراب اكتب باللبناني بكل جراءة بكل وضوح يعني فصلوا شو عم بيصير. يا أكيد يا مان الثورة في لبنان موجودين من تحتين ناطرين صوتنا لا يوصل مش هيا الله. عمر 18 سنة اكتشفت انو بحب الراب بس كنت احب الراب قبل بس انو بقدر اعمل شي بالراب. انا كنت اعمل رولو بلايد كنت بيروت سعب انو واحد يعمل شي من وراء رولو بلايد. عملت اكسيدن بجري كالسرط ما قادر تكمل بالرولو بلايد. وظلتني قاعد البيت فترة طويل يعني انو قاعد ومدهاء يعني انو كيف انا كنت اعمل رولو بلايد ولا بطلت اقدر مشاني شغيه. كان بعرف شاب صاحبي هو افريقي. لبناني بيحتي لبنان خلقان بلبنان بس شاب افريقي هو اسمه والدو. هيدا الزام انو عطاني شي اكسبرينيس كتير قوية انو علمني شي عني بي بوكس بسعبة امي. اكتشفت انو بقدر اعمل بقدر اتمرن بقدر اصير من وراها شي. يعني اكيد مع التمرين انا حبيتها انا رغبت فيها يعني. يوم عن يوم يوم عن يوم بعد سنة شفته لوالده شايفني هيك استغرب. كيف ممكن انا اكون هاك بالخي يعني بس سرعة بتعلم. حتى اكتشفت انو فيه نكتب. كمان اكتب رأب. يعني منها انا صعبة يعني بالنسبة لللي. انسان وانسان عنده خبرة يعني متل اللي كان معي. يعني انا نفسي واضح. بقى من هديك الايام اخدت وعد علي بياناتنا. انو نشرب بش اسمه كتاع بيروت. وجربت اكتب اول غنية كتبتها. كانت بشرة سارة لقلي انو بلاشت بميح. وحمسوني اصحابي كنوان. قالوا انو يلا كمي ممكن تعامل شي بحياتك كذا. انو بلاشنا الرعب نحكي نحن قصص الاجتماعيين. بعدنا لقلع نفس المسيرة بس انو. قبل كانت غير نظرية متل ما انو شوفها هلا. الا اكبرت بالسيستام متل ما انو نكبر. تشوف قصص فين احتفية فين ما احتفية يعني. اذا بنساكت ممكن تنحل المشكلة بعدين. في قصص لا اسم احتفية يعني مشبور يعني. انو لقات نفس انو. خلص انا هون لأعمل رسالة وصلها لكل. بلش بوليد منطقته برجع بطلع على بيروت كلها. من بيروت على لبنان من لبنان للعالم كلها. موسيقى جاي انا ما كملت علمي زلت على الشارع. عملت كتير قصص بحيات اللي اطلع منها ما قدرت. بس الحمد لله انو نحن تعلمنا شغلة كتير حلوية. نسيئة. تعبير بالكلام. مع انو نحن ما فينا نسب هون. يعني عدم يؤاخذ. ما فينا نقول متل امريكان. ما عنا لحريط التعبير. بقى تعبيرنا عادنا. وكملنا فيها. وماشيين بمنطق بكلامنا. انو منحكي لا سيئسة ولدين. لانو ايدا تعودنا لهم. مبدعيا انا باخد المثل من حالي. انا بكل اغنية ما بحتي غير عن حالي. ما دخلي ببنتني الاجلة حدا. بحتي عن حالي. بخلي العالم تشوف. في المسأل اللي انا مرقت فيها بتجربة او شو ما كان. تركت كل شي بحياتي وكرس حالي يبقى. يعني هيدا من بعد ما صارى عملي خمسة عشوية السنة فشادت هيك. وما فينا عامل شي. طوان كان عاد بلبنان انا. انا لبنان ما عجلسيتي. مقدر اعمل شي تاني. ما شو بدي اعمل. صارت يا حياتي بدوار الزاب. لازم توصل لمرحل. شو يا مرحل. تغيير اهم شي عندي اعمل. تغيير مش انا وتبدون. لايبت احلى سيارة مثلا عنو. لايبت احلى سيارة مثلا عنو. لايبت احلى سيارة بلا. بس تغيير تغيير. تغيير بجير جديد. اهم شي. لايبت احلى سيارة. لايبت احلى سيارة. لايبت احلى سيارة. ترجمة نانسي قنقر